منهل النشاط العلمي للسنة الثالثة ابتدائي إذن اليوم عنا أنشطة التقويم والدعم للوحدة السادسة وستبقى لنا حصة أخيرة هي تقويم نهاية الأسدسي الثاني ودعمه إذن اليوم غد نتقل الصفحة 92 والصفحة 93 والصفحة 94 سنجمع بين التقويم والدعم في حصة واحدة إذن نبدأ بالتمرين الأول لن نقوم بالمراجعة فقد تطرقنا إلى ذلك خلال مراحل التعلمات فلشاهد الفيديوهات ست فيديوهات أو سبع فيديوهات في هذا فكنا كل مرة نقوم بالمراجعة الدروس السابقة على أساس بالتعلمات فهذا سيسهل علينا بطبيعة الحال مرحلة التقويم المكتسابات إذن نبدأ بالتمرين الأول التمرين الأول يقول أركب جملة مفيدة باستعمال الكلمات التالية سطح الأرض الأكبر منه يتكون من ماء ويابسة تغمر والمياه الجزء إذن هنا يدب كيفش أنا غاد نجاوب بطبيعة الحال كان عارف سطح الأرض إذن أنا غاد ندير بحالي أنا ونتلميذ وما زال كان نحل يخصي نرقب إذن سطح غاد تكون تمرها الأرض سطح الأرض من يابسة وماء إذن هذه جملة غاد تكون متابعة من يابسة وماء إذن الجزء الأكبر والمياه والمياه تغمر الجزء الأكبر إذن وتغمر المياه الجزء الأكبر إذن يتكون سطح الأرض من يابسة وماء وتغمر المياه الجزء الأكبر إذن هذا شيء شفنا خلال التهلمات إذن هذه الجملة إذن يتكون سطح الأرض من يابسة وماء وتغمر المياه الجزء الأكبر منه ونحن قد تحدثنا عن هذا وقلنا أن المياه تملأ ضعف اليابسة التمرين الثاني أقرأ الجملة التالية ثم أصحح الأخطاء الواردة فيها وأرتبها لتصبح مفيدا إذن يصب الماء مصدره على سطح الأرض في الجبال ويجري في الأنهار ويجد في البحيرات والمحيطات إذن هنا ذاك النهار شنو قلنا قلنا بأن الماء يعني يجري في الأنهار هذه صحيحة ولكن يجري في الأنهار هذه ما غيريش نغيرها عارفنا ولكن حن شنو قلوه يصب في البحيرات إذن هنا هذه صحيحة ويجري في البحيرات لقد قلنا بأن المصدر لما هو الجبال والأمطار إلى آخره إذن شنو قلوه إذن هنا قلوه يجري في البحيرات هذا يجري في البحيرات ويجري في البحيرات إذن هنا ما غير نقوله يصب وهنا ما غير نقوله يجيد فقط إذن يجيد الماء مصدره على سطح الأرض في الجبال ويجري في الأنهار ويصب في البحيرات والمحيطات إذن هذا هو الجو إذن ننتقل إلى التمرين الثالث أضع علامة في الخانات المناسب تتشكل الكتبان الرملية في الصحراء والشواطئ بفعل الرياح صحيح إذن ذي كنار قلنا خلال التعلمات بأن العوامل التي تأثر على سطح الأرض والتضاريس على الأرض والتغيير متاعها أنها جوج عوامل هي الرياح والماء إذن الماء ما غدش يخلق لنا الكتبان الرملية إذن هذا دور الرياح فهذه الجملة صحيحة يؤدي جريان الماء إلى وديان عميقة نعم إذن فشكي يجري الماء على اليابسة فشنو الماء يعني يزيد الوديان والأنهار عمقا إذن هذه الجملة صحيحة هذا هو التأثير ديال الماء لا يحتاج الفلاح لمدراجات أو لغرص الأشجار في المنحضارات لحماية التربة بل يحتاج إذن باش نحفظه على المنحضارات باش ما تنجار باش ما المياه ما تأثرش عليها وتولي عنا الرواسيب التحت ديال المنحضار شنو خصنا نزرعو فيها الأشجار نغرسو فيها الأشجار فالفلاح يحتاج بهذه الجملة خاطئة التمرين الرابع أضع علامة في خانة الجملة الصحيحة الشمس كوكب لا الشمس نجم هذه الجملة أو العبارة خاطئة الشمس نجم هاي إذن هذه الأسحيحة الشمس ليس كوكب لأنه ينبع منه الضوء اللي مصدره الضوء فهو يعتبر نجما القمار ليس نجما كذلك القمار كوكب الشمس هي المجموعة الشمسية لا خطأ الشمس هي عنصر من عناصر المجموعة الشمسية حيث توجد في مركز المجموعة الشمسية حيث تدور حولها الكواكب والكواكب والشمس وغيرها إحنا ما جبدناش في الدروس بعض العناصر الأخرى التي تنتمي إلى المجموعة الشمسية فالشمس لا يمكن أن نقول أنها هي المجموعة الشمسية فالشمس شمس والمجموعة الشمسية مجموعة شمسية التمرين الخامس إذن أكمل الجملة التالية بالكلمات المناسبة تشكل الشمس والكواكب إذن هنا سنجاوب على آخر ما شفنا إذن تشكل الشمس والكواكب المجموعة الشمسية إذن نحن اطرقنا ذلك الشي في التعلومات وأذكركم بالخريطة التي شفنا إذن المجموعة الشمسية تتكون من الشمس والكواكب يطلق على الشمس اسمه النجم المتوهج الملتهيب النجم إذن نرجع للتعلومات كنا شفنا الشمس هو نجم مشاع ملتهيب ضخم إذن هذه المواصفات مهمة لنحتاجها في الجواب تدور حول الشمس ثمانية كواكب إذن سبق لنا شفنا هذا الشي إذن تتكون إذن الكواكب تتكون من ثمانية كواكب التي هي معروفة من الأقرب إلى الأبعد إذن كواكب التمرين السادس أحيط بدائرة أصغر كوكب في المجموعة الشمسية إذن أصغر كوكب هو عطارد إذن عطارد هو أقرب كوكب وهو أصغر كوكب إذن سنضير عليه دائرة بدائرة وصفي دائرة بدائرة إذن عطارد هو أصغر كوكب أضع تمرين السابع أضع علامة أمام العبارات الصحيحة تدور الشمس حول الأرض العكس تدور الأرض حول الشمس إذن في مدار دائري إذن هذه العبارة خطئة تدور الأرض حول الشمس نعم الأرض مصدر الضوء والحرارة خطأ الأرض تستمد الضوء والحرارة من الشمس والشمس هي مصدر الضوء والحرارة إذن سبق لنا في التعلم وما تدرنا على هذا الشيء الشمس هو مصدر الحرارة والضوء بالنسبة للأرض ولبقية الكواكب إذن ننتقل إلى التمرين الثامن أضع علامة أمام العبارة الصحيحة الطقس هو حالة الجو نعم هو حالة الجو في مكان معين خلال سنة أو في مكان معين خلال فترات زمنية قصيرة أو في أماكن مختلفة خلال فترات زمنية قصيرة إذن هنا هنا الطقس هذا المناخ كذلك نتكلم عن مدة كبيرة كذلك نتكلم عن المناخ أكثر من سنة يمشي المناخ إذن هذه خطأ لماذا لا نتكلم عن سنة؟ كذلك نتكلم عن مدة زمنية قصيرة بقنا بين هذه و هذه في مكان معين أو في أماكن مختلفة لا يمكن أن نهضرنا حالة الطقس مثلا ونشرح مع حالة الطقس في الأمريك في الأمريكين عندها حالة الطقس نتعب fucked و الأمريكين نتعب و و معده حالات пальم في البلد مثلا أم الجو في البلد حالة الطقس هي في مكان معين يجب أن نتبت التعلمات استنضبط الأمور لأنه في مكان معين مثلا نظر على حالة الطقس في الريباط ولكن قدر نلقى حالة الطقس في الريباط مختلفة على حالة الطقس في أقادير ننتقل إلى التمرين التاسع وتميم الجمال بما يناسب تعين درجة الحرارة بالمحرار إذن الجهاز الذي يساعدنا والذي يساعد الأرصال الجوية هو المحرار نقيس الأمطار بمقياس المطار بمقياس المطار أو الممطار كما يسمى الممطار نقيس سرعة الرياح بالمرياح كما يناسب كما يشترح عن نفس التعلمات نحدد اتجاه الرياح من الاتجاه الرياح سنرى الكيس أمنا جميعها كيس كيس الرياح أو ضوارة الرياح كيف تكون الرياح كالضر؟ كالضر ثم يحتاج هذا هو جوجل الذي يحدده الاتجاه الرياح التمرين العاشر أكتب عنصر الطقس المناسب لكل حالة جو إذن نحن تعرفنا على عناصر الطقس إذن سماء غائمة فهذا عنصر تكون السحب تكون السحب عاصفة رملية إذن عاصفة رملية إذن هنا سنتكلم على سرعة الرياح واتجاهها سرعة الرياح واتجاهها موجة حر إذن هنا سنتكلم على درجة الحرارة عنصر الطقس إذن هي درجة الحرارة إنهيمار الغيط هذا تساقط الأمطار والتساقطات المطارية إذن ننتقل إلى صفحة موالية من هذه الأنشطة وهي الصفحة 93 والتمرين 11 أقرأ النشرة الجوية الخاصة بمدينة الصورة ليوم 15 دوجين برعة الساعة الثامنة صباحاً وأملأ الفراغات درجة الحرارة الرياح غربية قوية السحب سماء غائمة المطار 30 مليمتر توقعت إذن هذه اليومية وهذه التوقعات إذن هنا عناصر الطقس الواردة في النشرة الجوية هي إذن عندنا درجة الحرارة للطبيعة الحرارة ثم رياح غربية قوية إذن شدة الرياح واتجاهها شدة الرياح واتجاهها السحاب سماء تكون السحاب المطار التساقطات المطارية أو تساقط الأمطار تساقط تساقط الأمطار نوع الملابس التي سأرتديها يوم غادين 16 دجنبر إذن هنا سنرى التوقعات سماء كثيرة السحب مع تساقطات راضية رياح غربية درجة الحرارة إذن هنا الجو بارد وأمطار غازيرة إذن الجو ممطر فهذه التوقعات هنا تنفعنا إذن سألبسوا ملابس دافئة ومعطف ومعطف المطار إذن ننتقل إلى تقويم التوليف أملاء الفراغات بما يناسب تقع في مركز المجموعة الشمسية إذن هي الشمس الشمس تقع في مركز المجموعة الشمسية حيث تدور جميع الكواكب حول الشمس الكواكب حول الشمس وتستغرق الكواكب الأقرب إلى الشمس زمانا من الكواكب أقل إذن زمانا أقل لأن كل واحدة تدير واحدة الدورة معينة إذن مثلا إذا شفنا عطارد يستغرق 88 يوم ولكن الأرض يستغرق 365 يوم وكين لكي يستغرق سنوات اللي بعيد إذن من الكواكب الأبعاد عنها لإتمام دورتها إذن باش تكمل الدوراً تاعها فالأرض تستغرق إذن تستغرق 365 يوماً وست ساعات أو إحنا كنقول سنة التمرين الثاني أحدد المعطيات الموجودة في عناصر الطقس أو في النشرة الجوية بوضع علامة في الخانة المناسبة عناصر الطقس وش المكان يدخل لا يدخل في عناصر الطقس التاريخ لا يدخل في عناصر الطقس درجة الحرارة نعم الرياح نعم تصحر لا علاقة له بحالة الطقس ليس من عناصر الطقس السحاب نعم تكون السحاب تساقط الأمطار والثلوج نعم التوقعات كذلك ليس لها علاقة بعناصر الطقس النشرة الجوية نعم نحدد المكان بش ندير نشرة جوية نحن نحدد المكان والتاريخ وش غدا وش البارح وش اليوم إلى أخيره درجة الحرارة نعم تدخل في النشرة الجوية الرياح نعم كل ما هو في حالة عناصر الطقس فهو في العناصر النشرة الجوية التصحر لا التصحر هذا خارج على الميدان التصحر كان قوموه في البلاد بطريقة لا يستعملوش فيها عناصر الطقس السحاب السحاب نعم ثم تساقط الأمطار والثلوج ثم التوقعات كذلك تدخل في النشرة الجوية إذا ننتقل إلى تقويم نهج تقصي سؤال التقصي لماذا تشاهد مباراة نهاراً بالبرازيل وهي تلعب ليلاً بالمغرب هنا اقترح بعض التلاميذ الافتراضات التالية لإجابة عن التساؤل دوران الأرض حول نفسها دوران الأرض حول الشمس أقترح نشاطاً أو جريبة للتأكد من صحة الفرضيات المقترحة إذن هنا خصنا إذن هنا الجريبة اللي نقدر نديره هو ناخد واحد الكورة ثم نثبت فيها واحد القضيب قضيب متبت في هذه الكورة ثم نضيء هذه الكورة بمصباح ثم نرسل أشعة المصباح على على الكورة في في يظهر هذا الجزء مضاء ثم بعد ذلك نحدد علامة في المكان المضاء وعالمة في المكان إذن نقول بأن هذا المغرب مثلاً هذه خريطة إفريقيا وهنا الورازيل ثم بعد ذلك نقوم باستدارة إذن نلاحظ بأن هنا هذا الجزء مضاء ثم بعد ذلك نعينه بعالمة ثم بعد ذلك ندير الكورة ليصبح هذا الجزء وبعد ذلك مثلاً إذا حددنا هذا الجزء بالأحمر وهذا مثلاً بالأزرق ثم نقوم باستدارة الكورة حتى تصبح هكذا يعني هنا غدت تولي عندنا العالمة الحمراء وهنا غدت تصبح عندنا العالمة الزرقاء والمصباح دائماً في مكانه لن يحرك المصباح المصباح في مكانه يسلط أشيعته على لتظهر هذه إذن هنا غدت يظهر هذا المكان المضاء وحينئذن بطبيعة الحال نتأكد من افتراضاتنا والافتراض بطبيعة الحال الصحيح هو بدوران الأرض حول نفسها ليس حول الشمس بدوران الأرض حول نفسها إذن الأرض دارت حول نفسها عكس عقارب الساعة لما أعتقد إذن هذا كل ما يتعلق بهذا أنشطة التقويم ننتقل إلى الصفحة الموالية وهي الصفحة 94 لننجز أنشطة الدام إذن أضع التمرين الأول أضع علامة في الخانة المناسب إذن سطح الكرة الأرضية مسطح وتغمره المياه إذن الخطأ لأنه كما قلنا سابقا أن الأرض كروية الشكل إذن هذه الجملة خاطئة تغمره المياه ممكن وليس كله ولكن ليس مستح خالكم نقول السطح الكرة الأرضية الماء الجاري على سطح الأرض يأتي من الجبال ويعبر الأنهار ثم يصبه في المحيطة صحيح إذن هذا المصار المياه الجارية تضاريس الكرة الأرضية ناتجة عن آثار الرياح فقط خطأ عن آثار الرياح والمياه إذن الجواب الصحيح عن آثاري نحن تطرقنا إلى هذا في التعلمات تؤثر المياه الجارية على شكل التضاريس فتعمق قعر الويديان وتتسبب في ظهور المغارة نعم إذن المياه هي السبب تغمر المياه الجزء الأكبر من سطح الأرض لذا سميت بالكوكب الأزرق نعم هذا كنت أبدأ به دائما الحصة في التعلمات خلال في الخريطة الدهنية إذن ثانيا أكتب اسم كل كوكب في المكان المناسب إذن أقرب كوكب للأرض هو عطارد الأرض معروفة الذي يوجد بين الأرض هو الظهرة المريخ هو أقرب إلى الأرض المريخ 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 لأنه هو جار للأرض نعم أكبر كوكب هو المشتري نعم المشتري أكبر الكواكب حجما ثم الذي يوجد هذه الدائرة هو زحل ثم أورانوس وأبعد كوكب هو نيبتون كما تطرقنا إلى ذلك في التعلمات التمرين الثالث أتميم الجدولة بكتابة أسماء الكواكب المناسبة أقرب كوكب للشمس إذن هو عطارد أبعد كوكب هو نيبتون أصغر كوكب في المجموعة الشمسية هو عطارد نلاحظ جيدا هو أصغر كوكب أكبر كوكب هو المشتري من هذه المعلومات كنا قد سجلناها إن تذكرتم خلال التعلمات التمرين الرابع أضع علامة في الخانة المناسبة الطقس هو حالة الجو من برد وحر فقط لا يجب أن نتبت التعلم هو حالة حالة الجو من برد وحر نرجع إلى الخريطة إذن حالة من برد وحر وغيرها إذن هو حالة من برد وحر وغيرهما في مكان الثاني وخلال أفترة الزمنية القصة تخصنا في مكان وبتالي هالجملة هي هذ فقط تحتوي النشرة الجوية على عناصر الطقس فقط خطأ فيها أمور أخرى فيها المكان فيها الزمن فيها التوقعات إذن خطأ تساعدني النشرة الجوية على معرفة حالة الطقس غدا نعم صحح تمكنني حواسي من تحييني وقياسي عناصر الطقس لا أبدا إذن لا بد من استعمال بعض المقاييس والجهزة كالمحرار والممطار وكيس الرياح إلى أخير فالحواس لا تكفي لا تكفي هي ربما نقول الجو حار ولكن نحدد بالضبط درجة الحرارة أو نحدد بالضبط كم نزلت من التساقطات أو سرعة الرياح أو قوة الضغط أو إلى أخيره فهذا لا حواسنا عاجزة عن هذا إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الأنشطة الأنشطة الدعم والتقويم للوحدة الثالثة ودمتم في رعاية الله موسيقى